طبعاً كل الحديث في الإصحاح العاشر هو سياق الحديث هو إرسال التلاميذ إلى المدن مدن إسرائيل في متى إصحاح عشرة وبتجد كمان نفس الآيات في لوقة إصحاح 12 وطبعاً بيتكلم عن نوعية الإرسالية وهذه الإرسالية هي بكل بساطة أرسلهم ليكرزوا ببشارة الملكوت أن الملكوت قد اقترب وهذه البشارة لكي يشفوا المرضى أو يشفوا الناس من الأمراض وهذه الإرسالية هي إخراج الشياطين والتحرير من الأرواح النجسة فهل هذه الآيات تعتمد على السيف ثم إرساليتهم كانت محددة مهدفة فقط هذه الإرسالية بحسب إنجيل متى إصحاح عشرة كانت هذه الإرسالية فقط لخراف أو لبيت إسرائيل الضالة فإذن إن أفضل جواب ممكن أن نجيب عليه هو أن نقرأ الكتاب أو سياق الحديث كما هو وإذا عندك نسخة من العهد الجديد أنا بشجعك وإذا أنت باحث من كل قلبك سواء مسلم أو مسيحي إذا عندك كتاب مقدس من فضلك جيب الكتاب افتح على إنجيل متى إصحاح عشرة وأنا متأكد بعد قراءة هذا الإصحاح ستكتشف لنفسك ومن نفسك ماذا يتحدث هذا الموضوع أو عن ماذا يتكلم الإصحاح العاشرة وإذا رجعت تستخدم نفس نص الآية للهجوم هذا يعتبر أنك شخص فاسد ولا تبحث عن الحق ولكن تبحث عن الدينونة لنفسك إذ رفضت المسيح وهذا واضح من هذا الإصحاح فإذن اسمحوا لي أن أقرأ من بشارة متى الإصحاح العاشر وأنا بقرأ رح أوضح بعد بعض التعبيرات إصحاح عشرة خلينا نبتدي من الآية الأولى الآية الأولى ثم دعا تلميذه الإثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشف كل مرض وكل ضعف وعلى طول من آية اثنين لآية أربعة بيتكلم عن أسماء التلميذ ثم ننتقل إلى آية خمسة هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وهن بهذا التوقيت الخاص المسيح يوجه هذه الدعوة للتلميذ أن يذهبوا إلى مدن وقرى اليهود ليس إلى مدن السامريين أو إلى الأمم مع أنهم طبعا في برنامج يسوع المسيح لماذا يبتدئ في خراف إسرائيل الضالة؟ لأن المسيح قال عن نفسه أن الطبيب جاء ليشفي الدعفاء والسقماء وليس الأقوية فإذن هذه كانت إرساليته والشعب كان يتطلع إلى مجيء المسيح وطبعا كان يتطلع إلى هذا المسيح لأنهم عندهم النبوات عندهم الاشتراع يعني عندهم النموس والشريعة عندهم العهود وعندهم الإختتان وعندهم كل المواصفات يعني من شرائع وتقوس اللي بيتكلم عنها العهد القديم فشيء طبيعي وبديهي كان لازم يجي إلى خراف إسرائيل الضالة ولاحظ مش المتدينين ولا رجال الدين الذين كانوا كان عندهم كبرياء والرياء وأوراقتين من الخارج ولكنها بدون ثمر ولكن فيه بالشعب كثير خراف ضالة خراف إسرائيل الضالة وحتى أيضا في إنجيل يحنى قال لي خراف أخر بيتكلم عن الأمم ينبغي أن آتي بتلك أيضا وتكون رعية مع راع واحد فإذن في هذه الفترة الزمنية المحددة التاريخية طلب من التلميذ أن يروحوا لمدن ولقرى اليهود ويكون التركيز الخدمة بين خراف إسرائيل للضالة ثم الكتاب يقول إلى خاصته جاء وأما خاصته فلم تقبله أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وطبعا تستطيع أن تستشف من خلال العهد الجديد أن المسيح راح إلى قرى السامريين وتعامل مع المرأة السامرية وآمنت بلدتها وفي مرة إحدى قرى السامريين رفضوا يسوع المسيح فأراد يحنى ويعقوب أن ينزلاء نار لتحرق هؤلاء السامريين ولكن المسيح رفض قال لستما تعلماني من أي روح أنتما هذه ليست رسالة المسيح ليست إرسالية المسيح وليست روح المسيح فالمسيح جاء ليخلص ويطلب ما قد هلك موسيقى